موسيقى قال الرئيس اللبناني ميشيل عون انه لا حل في الافق على ما يبدو بخصوص تشكيل الحكومة المنتظرة مشيرا الى ان رئيس الوزراء المكلف لم يقبل اراء الكتل السياسية في البرلمان لتشكيل الحكومة وفي خطاب تليفزيوني قال ميشيل عون نحن اليوم امام ازمة في تشكيل حكومة ومع تصلب المواقف لا يبدو في الافق اي حل قريب اكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى الخليفة ان التوقيع على اعلان تأييد السلام مع اسرائيل انجاز تاريخي مهم على طريق تحقيق السلام الشامل في منطقة الشرق الاوسط ونقلت وكالة انباء البحرين عن ملك البلاد قوله خلال ترأسه جلسة مجلس الوزراء ان اعلان تأييد السلام انجاز تاريخي مهم على طريق تحقيق السلام الشامل في منطقة الشرق الاوسط وتحقيق تطلعات شعوبها بالأمن والاستقرار والازدهار